الإنسان الذي لديه عقل هل يستطيع أن يقول هذه المصادفة؟ يعني هذه الأرقام محكمة ومنضبطة وذات دلالة أيها الأحبة أصبح لدينا معناً لكلمة الرجز أنها تستخدم في الأشياء المعنوية بينما الرجز بالزاي يستخدم في الأشياء المادية وأضعها في عشر مرات أكررها في تسع آيات في سبع صور أرحب بكم في اللقاء الثاني من سلسلة إشراقات الرقم سبعة في القرآن الكريم وأود أن أقول أيها الأحبة إن الإعجاز لا يقتصر على الرقم سبعة فالرقم سبعة يمثل محور الإعجاز في القرآن وهناك إعجاز مذهل للأعداد الأولية العدد أحد عشر تسعة عشر إلى آخرين ولكن هذا العدد هو المحور اليوم أيها الأحبة أحببت أن أطرح شبهة لأحد الملحدين الذين دأبوا على انتقاد أي شيء في القرآن طبعا ينتقدون كلمات القرآن يقولون القرآن مرة يقول الرجز بالزين بالزاي ومرة يقول الرجز بالزين والمعنى واحد لماذا يستخدم هذه الكلمة هنا وهذه الكلمة هنا لذلك أيها الأحبة اليوم سوف أذهب معكم إلى برنامج إحصاء القرآن الكريم لنتأكد لغويا ورقميا أنه لا يوجد شيء اسمه تكرار في القرآن ولكن كل كلمة وضعت في المكان الدقيق ولا يمكن أن تستبدلها بكلمة أخرى ولا يمكن أن تبدل حرفا بحرف فهو كتاب محكم بكل ما فيه إذا تأملنا أيها الأحبة الرجز في القرآن طبعا الرجز هو يعني شيء سيء الله تعالى يقول يعني على سبيل المثال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا المقصود هنا رجز الشيطان الشرك الشيطان وساوسه وعمله السيء يريد الله أن يطهر أهل بيت حبيبنا صلى الله عليه وسلم من هذا الشيطان في آية ثانية وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم إذن هنا نتحدث عن يعني شيء معنوي الرجس غير ملموس شيء معنوي قال تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس بالسين على الذين لا يؤمنون الرجس هنا أيها الأحبة بمعنى الشرك والعمل السيء ووساوس الشيطان إذن كله شيء معنوي يعني غير ملموس لا تستطيع أن تلمسهم بينما إذا تتبعنا الآيات التي ذكر فيها الرجز بحرف الزاي نجد مثلا في قصة سيدنا موسى عليه السلام ولما وقع عليهم الرجز الرجز بالزاي قالوا يا موسى دعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل إذن الرجز هنا كما نعلم هو الضفادع الدم الجراد القمة هذه تسع آيات أرسلها الله على بني إسرائيل الله أرسل سيدنا موسى في تسع آيات كما في نص القرآن الكريم تذكروا الرقم تسع أيها الأحبة لأننا سنكتشف بعد قليل معجزة والله تخشع لها القلوب وتحتار فيها العقول الآن أيها الأحبة لنأخذ مثلا إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون إذن الرجز هنا هو الحجارة التي أرسلها الله من السماء حجارة من سجيل أهلك الله بها بعض الأقوام لضلالهم وفسادهم أهلكهم بالرجز إذن هنا شيء ماد ملموس والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم شيء ملموس العذاب ملموس إذن أيها الأحبة أصبح لدينا معنا لكلمة الرجز أنها تستخدم في الأشياء المعنوية بينما الرجز بالزاي يستخدم في الأشياء المادية انظروا أيها الأحبة لا يوجد تكرار في القرآن ولا تستطيع أن تضع هذه الكلمة مكان تلك المفاجأ أيها الأحبة أننا إذا بحثنا في القرآن عن الرجز والرجز نجد أن الرجز ذكر عشر مرات في القرآن تلك عشرة كاملة سبحان الله عشر مرات في القرآن طيب هل تتوقعون معي أن الرجز والرجز ذكرى بنفس العدد لو بحثنا عن الرجز نجده ذكر عشر مرات ولو بحثنا عن الرجز نجده ذكر عشر مرات سبحان الله يعني كتاب بحكم أيها الأحبة طيب كيف هذه المرات كيف ذكرت قد يقول قائل هذه مصادفة ولكن لكي يبعد الله سبحانه وتعالى أي مصادفة عنك أيها الإنسان وضع ميزة ثانية أو تماثل آخر ليدلك على أن هذا الكلام ليس صدفة إذن الرجز تكرر عشر مرات والرجز تكرر عشر مرات ولكن الرجز ذكر في تسع آيات لأن لدينا آية وردت فيها كلمة الرجز مرتين قال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ذكرت مرتين هنا وبالتالي أصبح عدد الآيات تسعة إذن الرجز ذكر عشر مرات في تسع آيات لأن هناك آية ذكر فيها الرجز مرتين يصبح عدد الآيات تسعة طيب ماذا عن الرجز هل تتصورون معي أن تتكرر القاعدة الرياضية والهندسية بالضبط تأملوا أيها الأحبة الرجز تكرر في القرآن عشر مرات ولكن هناك آية ذكر فيها الرجز مرتين وهي قوله تعالى وَلَمَّا 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 وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْرِجْزُ وَلَمَّا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْرِجْزُ قالوا يا موسى دعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمننا لك ولا نرسلنا معك بني إسرائيل إذن ذكرت الرجز مرتين فأصبح عدد الآيات تسعة إذن أصبح لدينا أيها الأحبة الرجز ذكر عشر مرات في تسعة آيات والرجز ذكر عشر مرات في تسعة آيات يعني العقل الإنسان الذي لديه عقل هل يستطيع أن يقول هذه المصادفة؟ على الرغم من ذلك الله تعالى وضع قاعدة ثالثة رياضية لتؤكد لنا أنه لا يوجد مصادفة في القرآن طيب هذه المرات العشرة إذن قلنا أن الرجز ذكر عشر مرات في تسعة آيات ولكن كم سورة؟ عدوا معي أيها الأحبة الرجز ذكر أول مرة في سورة المائدة عدوا معي المرة الثانية في سورة الأنعام كذلك يجعز الله الرجز على الذين لا يؤمنون وذكر مرة ثانية في سورة الأنعام أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهلا لغير الله إذن مرتين في سورة الأنعام السورة الثالثة هي سورة الأعراف قال قد وقع عليكم رجس وغضب إذن أصبح لدينا ثلاث سور السورة الرابعة هي سورة التوبة فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون المرة الخامسة أيضا في سورة التوبة إذن لدينا أربع سور ويجعلوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم مرتين المرة الخامسة في سورة يونس ويجعلوا الرجس على الذين لا يعقلون المرة السادسة في سورة الحج فاجتنبوا الرجس من الأوثاني واجتنبوا قول الزور المرة السابعة في سورة الأحزاب والأخيرة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إذن لدينا سبع سور ذكر فيها الرجس بالسين بدأت بسورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه خطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا وختمت في السورة السابعة في سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ختمت بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذن أصبح لدينا أيها الأحبة الرجس ذكر عشر مرات في تسع آيات في سبع سور هذه السلسلة هندسية عشر مرات في تسع آيات في سبع سور طيب ماذا عن الرجس؟ هل تتصورون معي أن القاعدة بحرفيتها سوف تنطبق؟ لنثبت ذلك الرجس تكرر في عشر مواضع من القرآن عشر مرات في تسع آيات كما قلنا ولكن في السور التالية أول مرة وردت كلمة الرجز في سورة البقرة فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء وكما قلنا أن الرجز مادي ينزل من السماء عقوبة حجارة من سجيل إلى آخره عذاب عذاب مادي المرة الثانية في سورة الأعراف ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى طبعا مرتين تكررت في سورة الأعراف أو ثلاث مرات فلما كشفنا عنهم الرجز أربع مرات تكررت إذن الرجز تكرر أربع مرات في سورة الأعراف الآن في سورة الأنفال إذن قلنا البقرة الأعراف الأنفال ويذهب عنكم رجز الشيطان إذن الأنفال هي السورة الثالثة السورة الرابعة العنكبوت إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون المرة الخامسة في سورة سبع والذين سعوا في آياتنا معاجزين طبعا ليس المرة الخامسة نحق السورة الخامسة السورة السادسة الجاثية قال تعالى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم والمرة الأخيرة التي ذكر فيها الرجز في القرآن هي السورة السابعة في سورة مدثر والرجزة فهجر إذن أصبح لدينا كلمة الرجز ذكرت في عاشر مواقع في تسع آيات في سبع سور سبحان الله بالله عليكم هل يستطيع أحد أن يقول إن هذه المصادفة أن نجد كلمتين بعض المفسرين قال فيهما إن الرجز والرجز شيء واحد ويعني حتى إن السين قلبت زايا السين قلبت قلبت لحرف زاي ولكن في القرآن لا يوجد هذا الكلام أيها الأحبة كل كلمة وكل حرف مضبوط يعني من يستطيع أن ينزل كتابا أو يؤلف كتابا ويقول إنني سأضع كلمتين قريبتين من بعضهما ولكن واحدة أضعها الرجز في الأشياء المعنوية وأضعها في عشر مرات أكررها في تسع آيات في سبع صور ثم الكلمة الثانية القريبة جدا منها وهي الرجز سوف أستخدمها مع العقاب المادي الملموس العذاب الملموس وسوف أكررها عشر مرات في تسع آيات في سبع صور أيضا نفس القاعدة تماما والله أيها الأحبة إن هذا العمل لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى وبخاصة يعني لماذا عشر مرات الله يريد أن يقول لك تلك عشرة كاملة العشرة عن الكمال التسعة هي التسع آيات التي أرسل الله بها موسى عليه السلام قال تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات والعدد السبعة كما نعلم هو عدد أبواب جهنم لها سبعة أبواب والرجز أيها الأحبة لا يقع إلا على أهل النار والرجز كذلك لا يقع إلا على الضالين والعياذ بالله هم أصحاب النار ذات السبعة أبواب يعني هذه الأرقام محكمة ومنضبطة وذات دلالة أيها الأحبة تصوروا أيها الأحبة يعني السؤال لكل إنسان عاقل ملحد إذا كان كل هذا الإعجاز موجود فقط في كلمتين فإذا ما درسنا كلمات القرآن والتي والذي يتألف من أكثر من سبعة وسبعين ألف كلمة ما هو حجم الإعجاز الذي سنجده في هذا الكتاب العظيم إن هذه المعجزة لتشهد بصدق قول الله تعالى الذي قال ولتعلمن نبأه بعد حين واليوم أيها الأحبة نحن نعلم هذه الأنباء وهذه المعجزات الجديدة والتي تنكشف أمامنا لأول مرة لتكون شاهداً على صدق هذا الكتاب العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة